اشتركوا في القناة ومعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ومعالي الدكتور نايل ثلح انضارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون وبحث المجلس الوزاري عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة العلا وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من الليجان الوزارية والأمانة العامة بالإضافة إلى آخر تطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأخ الدكتور نايف بن فلاح الحجرف أمين عام المجلس الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التحية مرحباً بكم في اجتماع الدورة الحالية للمجلس الوزاري التي تنعقد حضورياً في هذه القاعة في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي شهدت على مدى سنين جلسات حافلة بالنقاش البناء والعمل الجاد المخلص لمسيرة التعاون الخليجي المشترك ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وطيب الوفادة ودعوته لعقد هذه الدورة حضورياً في هذا الموقع من مدينة الرياضة العامرة والذي يرمز إلى عملنا المشترك ووحدة مصيرنا وتماسك مجلسنا المبارك بإذن الله ويسرني أن أرحب باسمكم جميعاً بمعالي الأخ خليفة شاهين المر وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة مباركاً له ثقة القيادة الحكيمة ومتمنياً له التوفيق والنجاح والسداب مستذكراً الدور البارز الذي قام به معالي الأخ الدكتور أنور محمد قرقاش مستشار سمو رئيس الدولة للشؤون الدبلوماسية وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق مشيداً بالجهود البناء التي بذلها لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك متمنياً له دوام الصحة والعافية والتوفيق تنعقد هذه الدورة أصحاب السمو والمعالي بعد انعقاد قمة السلطان قابوس والشيخ صباح في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية وكانت بحق قمة مباركة مميزة تحققت من خلالها خطوات مهمة نحو تعزيز تعاوننا المشترك وأكد من خلالها أصحاب الجلالة والسمو قاد الدول المجلس حفظهم الله ورعاهم حرصهم الثابت على تماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وهو ما تجلى في بيان العلا من تأكيد على التزام الدول بتضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال وبوقوفها التام في مماجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها وبتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها وبتكثيف التنسيق الإعلامي فيما بينها وبتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها ولا يسعني في مستهل هذه الدورة إلا أن أحيي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله وسعيهم المتواصل للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون وترسيق قواعدها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل ليظل مجلس التعاون كياناً وتماسكاً راسخاً يذود عن أمن واستقرار الدول الأعضاء وعوناً وسنداً للأشقاء أصحاب السمو والمعالي تنعقد هذه الدورة في مستهل عقد جديد في مسيرة التعاون الخليجي المشترك التي توشك على استكمال أربعين عاماً من العمل الجاد والمخلص من أجل خير وصالح الدول الأعضاء وشعوبها بفضل حكمة وبصيرة قادتها الميامين ورؤيتهم الثاقبة لكيفية مواجهة التحديات والعقبات التي كانت تواجه المنطقة عند تأسيس مجلس التعاون في عام 1981 وما تلاها من السنين والحق أن الإنجاز كان عظيماً وملموساً ليس فقط في إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة كالسوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والسكك الحديدية الخليجية وغيرها من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة الفاعلة في مختلف المجالات وإنما أيضاً في إنشاء كيان موحد ثابت وراسخ ظل صامداً طوال أربعة حقود يحمل اسم هذه المنطقة الضاربة بعروقها في أعماق التاريخ ويحمي شعوبها ومصالحها من عواد الزمن والتحديات المتعددة ويزرع الأمل والخير لشعوب المنطقة ويدعم الأشقاء والأصدقاء في كل بقاع العالم أصحاب السمو والمعالي أن الضروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط عموماً والتحديات الكبيرة التي تواجهها تتطلب وقفة جادة وعمل موحد وتضامن شامل ووثيق للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار دول المجلس التعاون والدفاع عن مصالحها وحماية شعوبها لقد تعرضت المملكة العربية السعودية الشقيقة قبل أيام لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت خزانات ميناء رأس النورة ومرافق شركة أرامكو معرضة حياة المدنيين لخطر كبير في تهدير خطير لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي وفي الوقت ذاته تتواصل الاعتداءات الآثمة لجماعة الحوثي الإرهابية على الحدود الجنوبية للمملكة من خلال الصواريخ البلستية والطائرات المسيرة والقوارب الملغمة في تهديد مباشر لسلامة المدنيين الآمنين والأعيان المدنية وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية ولا بد لي هنا أن أحيي بكل الاعتزاز والفخر الجاهزية العالية والكفاءة الرفيعة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الشقيق التي أفشلت كل محاولات الحوثي الإجرامية وتمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة مخيبة آمالهم ومخططاتهم الإجرامية وأن أبارك الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني في جبهات القتال في مأرب وتعز وغيرها من الجبهات بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن لقد عبرت دول مجلس التعاون والدول الشقيقة ودول العالم عن استنكارها لهذه الاعتداءات الآثمة وأعربت عن دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لرد كل من يهدد أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها انطلاقاً من إيمانها وثقتها في دور المملكة البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية ونحن اليوم نجدد ونؤكد موقف دولنا الثابت والراسخ في الوقوف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في وجه كل من يمس سيادتها ويهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها انطلاقاً من مفهوم الأمن الجماعي واستناداً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك التي نصت على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً كما ونجدد التأكيد على موقف مجلس التعاون المتمسك بحماية الأمن القومي العربي الرافض لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والدول العربية الشقيقة والفاعل في محاربة الإرهاب تنظيماته المتطرفة والداعي إلى أنهاء الانقلاب الحوثي على السطة الشرعية في اليمن والتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر حوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلب الأزمة اليمنية كما يسعى مجلس التعاون بكل إخلاص إلى أنهاء كافة الصراعات المؤلمة في دولنا العربية ليعم الأمن والسلم في سوريا والعراق وليبيا والصومال والبنان تحقيقاً لتطلعات شعوبها في رفع المعاناة وتخفيف المآسي التي يقاسونها بكل مرارة وألم وفقدان الأمن أصحاب السمو والمعالي لقد وجه مقام المجلس الأعلى في قمة العلامة جلسكم الموقر واللجان المختصة والأمانة العامة إلى مماصلة العمل لاستكمال تنفيذ قراراته بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتعزيز العمل الخليجي المشترك ولمتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس تعاون وأكده على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهام تطلبات استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشتركة لتحقيق وحدتها الاقتصادية بحلول عام 2025 الأمر الذي يؤكد على أهمية بدل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ تلك القرارات باعتبارها تصب في صالح تعزيز مسيرة التعاون المشترك وتأكيد تماسك مجلس التعاون ختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم بشكل جزيل لمعالي الأخ الدكتور نايف بن فلاح الحجرف أمين عام المجلس وصحاب السعادة الأمنا المساعدين وجميع منتسب الأمانة العامة على ما قاموا به من جهود مخلصة في التحذير لاجتماعنا آملاً أن نتوصل لقرارات بناءة بشأن الموضوعات والمسائل المعروضة على جدوى الأعمال سائل أن المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير وأن ينعم على دولنا بدوام الأمن والاستقرار والرفع والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته